بحث وزير البترول طرق الملة مع رئيس مجموعة بيتروناس الماليزية استثمارات المجموعة الحالية في مصر وخططها لضخي الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وقال رئيس الشركة إن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي تجمع بين كافة المقاومات التنافسية مما يجعلها دولة محورية إقليميا في تجارة ونقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من شرق المتوسط إلى أوروبا وشهد الاجتماع استعراض الفرص المتاحة لزيادة استثمارات بيتروناس في مصر في البحث والاستقشاف للغاز الطبيعي كذلك استثماراتها الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال شراكتها الحالية في مجمع إتكو على ساحل البحر المتوسط